السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء ودرس جديد من دروس مادتنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية درس النهاردة مهم جدا بيجي عليه أسئلة كتير جدا في الامتحان درس مش عايز حفظ زي ما احنا متفقين جاهز الورقة والألم بتوعنا شين هنكتب نقط مهمة جدا وهنتكلم على حاجات مهمة جدا في درس النهاردة طبعا قانون العمل لما تكلمنا عليه قلنا القانون ده بينظم العلاقة ما بين اتنين مين هم الاتنين دول العامل وصاحب العمل قلنا في التعريف قانون العمل ينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل بمعنى ان العامل هيشتغل تحت ادارة واشواف متوجيه صاحب العمل مقابل ايه تمام مقابل اجر طيب وكمان قلنا من شروط تطبيق قانون العمل او من شروط سبيان قانون العمل ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر او مقابل اذا الموضوع الاجر ده موضوع مهم جدا 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 في قانون العمل كمان قلنا في عقد العمل الفردي يتميز عقد العمل الفردي بعنصرين التبعية والاجر يعني المشارع لحط قوانين العمل مهتم جدا بموضوع الاجر طب هو يا مستر لو ما فيش اجر ما فيش تطبيق قانون العمل بالزبط كده احنا بنقول من شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل باجر طيب لو العمل ده مش باجر وفي عمل مش باجر اه في عمل مش باجر العمل التطوعي اللي هو تبرع مني ده مش باجر طب قال ده يخضع لقانون العمل لا طبعا لا يخضع لقانون العمل طب ليه لان العمل التطوعي او العمل التبرع ده بيخضع لقانون المدني او قانون الخدمة المدنية انما احنا بنتكلم هنا على قانون العمل او قانون وقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الخاص اللي يطبق على القطاع الخاص اللي يطبق على العمل التابع اذا الاجر هنا موضوع مهم جدا عشان كده المشارع اللي حط القانون اهتم بموضوع الاجر وعرف الاجر يعني ايه وده اللي اعرفه النهاردة في الحلقة وازاي احمي الاجر بتاع العمل لان اجر العمل ده حاجة مهمة جدا ده بيعتمد على اقتصاد بيته قائم على الاجر اللي بياخده من صاحب العمل عشان كده كان القانون واضح جدا وحط وسائل لحماية اجر العمل وكمان حط وسائل لحماية صاحب العمل لان صاحب العمل هو اللي حطبع الأجر ده طيب ارادا او رادي نتكلم على الوسائل سنتكلم الاول علي ايه بكلمة الأجر يعني وايه الأجر في قانون العمل موضوع الأجر يعني موضوع الأجر بالعمل المتفق عليه بصرف النظر عن التسمية يعني يا مستر يعني احنا ما بنيجي نتكلم بالاجر بنقول ايه اي حاجة هيدفعها صاحب العمل للعامل هتبقى هي دي الاجر لان احنا بنقول ايه كل ما يتعهد اللي هيتعهد فيه صاحب العمل بدفعه للعامل هيسمى اجر بصرف النظر عن التسمية يعني ايه بصرف النظر عن التسمية يعني الاسم ايه ممكن يكون الاجر ده مرتب ما هي اجر اي اسم المهم ان هو اي حاجة يتعهد بها صاحب العمل ان يتفعل العامل تبقى دي الاجر يبقى ده المفهوم العام للاجر كل ما يتعهد صاحب العمل بدفع الى العامل مهما كانت تسميته مرتب ما هي اجر شهري اجر يومي اجر اسبوعي هو ده الاجر ده بالنسبة للتعريف العام طب هاليا مستر فيه تعريف تاني للاجر طبعا فيه تعريف تاني وده اللي وضحته المادة الاولى في باب الاجور في قانون العمل نشوف مع بعض كده التعريف بيقول ايه وهذا ما وضحته المادة الاولى من قانون العمل عندما عرفت الاجر بانه كل ما يحصل عليه العامل سابتا كان او متغير نقدي او عيني تاني يبقى الاجر هنا كل ما يحصل عليه العامل لو كان سابت او متغير نقدي او عيني يبقى احنا كده قدام تعريفين للاجر اعرف مين يا مستر اعرف الاثنين الاول بيقول ايه لما ايجي لك مصطلح ويقولك كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه اي حاجة هيتعهد صاحب العمل بدفعها للعامل تعريف التاني كل ما يتم دفعه للعامل سواء كان ايه نقدي او عيني نقدي يعني ايه فلوس عيني اي ميزة عينية يحصل عليها العامل من جباء عمله يبقى ده من ضمن الاجر وهنفهم بعد كده يعني ايه ميزة عينية ثابت او متغير اساسي او متغير الاجر نوعين صف عامة اساسي ومتغير الاساسي ده المبلغ اللي انا بنزل عليه او بتثبت عليه في الشغل المتغير هي المبلغ اللي هيجيلي او الاجر اللي هيجيلي من ايه من المكافأة الارباح الالاوة المزايا العينية اللي انا هاخدها البدل الوهبة كل ده اسمها اجور متغيرة يبقى نخلص من النقطة دي ونلخصها في كلمة بسيطة ان الاجر كل ما هيحصل عليه العامل سواء كان نقدي او عيني ثابت او متغير طب هو المشارع بيعرف الاجر ليه بيعرف الاجر عشان هيقول لنا على حاجات احنا ما كناش عافين ان هي من ضمن الاجر او انت كعامل لما تروح تشتغل كنت معتقد ان ده مش من ضمن الاجر فالقانون وضح لنا وقال لنا ان الاجر ده هو كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه سواء كان ايه نقدي او عيني اساسي او متغير او ثابت او متغير طيب هل في حاجات يعني احنا في دماغنا كده ببساطة ان الاجر ده هو الفلوس اللي انا باخده اخر الشهر لما اروح اشتغل في مكان ده اللي مفهومك انت لكن مفهوم القانون حاجة تانية خالص ازاي تعال نشوف مع بعض ازاي نشوف كده النقطة اللي جاية بتقول ايه ويعتبر اجر على الاخص ما يلي يعني اللي انا هقوله ده ده حاجات من ضمن الاشياء اللي القانون اعتبرها اجر اللي هي ايه العمولة العمولة هي التي تدخل في اطار علاقة العمل يعني انا لو شغال في مكان وباخد على العمل ده عمولة العمولة دي تدخل من ضمن الاجر اللي انا بحصل عليه النسبة المقوية وهي ما يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة يعني ايه هو بيقولك ان في بعض الاشياء تعتبر من ضمن الاجر من ضمن هذه الاشياء العمولة ودي حاجة متفع عليها النسبة المقوية يعني ايه يعني انا لما حد ممكن يجي يشتغل عندي وانا كصاحب عمل ممكن اتدي له نسبة مقوية سواء في الانتاج او البيع او التحصيل يعني والله لو انتكت كذا هتاخد عليهم نسبة كذا لو بعت كذا هتاخد عليهم نسبة كذا لو حصلت الفلوس دي هتاخد عليهم نسبة طب هل النسبة دي النسبة اللي انا اخدها تدخل من ضمن الاجر اللي انا باخده طبعا لان القانون بيقول ايه القانون اعتبر الحاجات اللي احنا بنقولها دي من ضمن الاجر خلاص انت الاجر بتاعك عرفنا الي انت هتاخده اخر الشهر لكن في حاجات تانية انت بتاخدها مع الاجر وانت مش مفكر ان هي من الاجر لكن هي من الاجر زي ايه قلنا العمولة والنسبة الماقوية عمولة ده متفق عليها في اطاب العمل النسبة الماقوية نسبة بنتفع عليها سواء كانت النسبة دي من انتاجك او تحصيلك اللي انت تحصل فلوس تاخد عليهم نسبة او مبيعاتك تاخد عليها نسبة اذا العمولة والنسبة الماوية تحسب من ضمن الاجر هل في حاجات تانية تحسب من ضمن الاجر اه تعالى نسوف مع بعض ايه تاني اللي ممكن يتحسب من ضمن الاجر العلاوة ايا كان سبب استحقاقها او نوعها العلاوة دي مبلغ الواحد بيزيده كل سنة او حسب طبيعة العمل اللي انا شغال فيه فالعلاوة بتخص من ضمن الاجر المزايا العينية هي التي يلتزم بها صاحب العمل دون ان تستلزمها او تستلزمها مقتضيات العمل يعني هي مستر يعني هي يلتزم بها صاحب العمل دون ان يقتضيها العمل يعني صاحب العمل بيلتزم بالمزايا العينية دي لكن مهيش من مقتضيات العمل مش من متطلبات العمل يعني هتديك مثال لو انا دلوقت شغال في الشركة والشركة دي عملت مثلا رحلة مجانية للعمال طيب الرحلة المجانية دي تخش من ضمن المزايا العينية بتديك ميزة عينية لو احنا وزعنا على العمال مثلا واجبات واجبات تغزية واجبات من الفترات ساعة الراحة كل دي اسما ميزة عينية هي التزامة على صاحب العمل لكن مش من مقتضايات العمل يعني العمل هيشتغل بيها او من غيرها لكن دي اتزامة على صاحب العمل اذا المزالة عينية بتخش من ضمن المنح يعني المنح المنح دي حاجة انا بديها للعمل كحافظ ليه على كفاته او امانته او اجتهاده بالشغل المنحة برضو بتخش من ضمن الاجر احنا بنقول المنح ما يعطى للعمل علاوة على اجره يعني ايه يعني العلاوة دي حاجة زيادة على اجله يصرف له جزاء امانته او كفاءته العامل ده بيكون امين او عنده كفاءة في الشغل فبعمله حاجة اسمها منحة في بعض المنشآت وبعض المصانع بتعمل ايه بتقول انا هدي منحة ليه العمال اللي مش هيتغيبهم طول الشهر يعني العامل اللي مش هيغيب طول الشهر او العامل اللي مش هيتأخر او العامل اللي هيقدي طرجة بتاعه او اخر الشهر الشركة هتدي له منحة هل المنحة دي تدخل من ضمن الاجر طبعا المنحة من ضمن الاشياء التي اعتبر على القانون اجر يبقى خلي بالك ممكن يجينا سؤال في الامتحان يقول ايه ما هي الاشياء التي اعتبر على القانون من ضمن الاجر يعني تاني افاهمك الاجر ده اللي انت اعتبره اخر الشهر لكن في حاجات تانية انت بتاخدها تعتبر من ضمن الاجر زي ايه قلنا زي العلاوة النسبة المقاوية العمولة المزايا العينية والمنح طيب هل في حاجة تانية بتخص برضو من ضمن الاجر اه طبعا عندنا حاجتين مهمين جدا البدل يعني ايه البدل البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة يتعرض لا في اداء عمله البدل ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة يتعرض لا في اداء عمله ايه بقى البدل ده البدل ده اي فلوس او اي فلوس يعجب هياخده العامل مقابل طبيعة عمله او مخاطر عمله تسمى بدل تاني البدل كل ما يعطى للعامل مقابل طبيعة العمل بتاعته او مخاطر العمل لا احنا مش فهمين يا مستردى حالنا حاضر بصوا بقى البدل ده يعني ايه لو انا طبيعة شغلي تتطلب مني ان انا اسفر كتير طيب هو انا لما اسفر كتير هسفر على حسابي لا طبعا على حساب الشغل تمام ساعة الابض لما جاء ابض ممكن ابض زيادة عند زملائي بس هيبقى مكتوب كده في الشيك بتاع الابض مثلا خمسمائة جنيه بدل صفر يعني ايه بدل صفر يعني طبيعة عملي كانت تتطلب الصفر الكتير فانا باخد بدل صفر عندنا مثلا اطباء بياخدوا بدل عدوى عندنا اللي شغالين فيه المهن الخاطرة الغاز او البترول او المهن اللي فيها نسبة الخطورة عالية وكده كده هشتغالها فبنديله حاجة اسمها بدل مخاطر عمل يبقى البدل ده هي فلوس بتتاخد مقابل طبيعة العمل اللي انا باشتغله او مخاطر العمل ممكن العمل اللي انا بكون بقوم به زا الطبيعة معينة بتطلب مني فلوس زيادة بدفعها وباخدها مع الاجل او زاة خطورة معينة الخطر فيه كبير بس الخطر فيه كبير منها اشتغله بس هاخد اصاده حاجة اسمها بدل مخاطر عمل يبقى لما يقول لك ايه هو البدل قل له او يجي لك مصطلح كل ما يعطى مقابل طبيعة العمل او مخاطر العمل يسمى ايه رابع عليك يسمى البدل عندنا كمان نصيب العامل من الارباح فيه ارباح السنوية او المكافأة اللي بتتوزع على العمال هل المكافأة دي بتدخل من ضمن الاجل طبعا اي حاجة بياخدها العامل ما احنا قلنا ايه الاجل هو كل ما يحصل عليه العامل سواء كان ايه نقدي او عيني سابت او متغير يعني اي حاجة العامل هياخدها فلوس او ميزة عينية حتى هتدخل من ضمن الاجل كمان عندنا من الاشياء المهمة اللي تحصل من ضمن الاجل هي الوهبة يعني ايه الوهبة الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحددها ويعتبر في حكم الوهبة النسبة المقاوية التي يكفعها العملاء مقارب الخدمة في المنشآت السياحية يعني ايه مستر الوهبة دي الوهبة دي هو بيقول لك تحسب اذا جرت العادة عليها يعني ايه جرت العادة عليها يعني حاجة احنا تعودنا عليها احنا مين ده احنا بنتكلم خلي بالك احنا بنتكلم على مين بنتكلم على العامل وصاحب العمل الصاحب العمل بيدي الاجر للعامل فايه الوهبة دي ايه اللي دخل الوهبة في الموضوع الوهبة دي هي كل ما جرت عليه العادة يعني ايه جرت عليه العادة الشيء اللي انا وانت اتعودنا ندفعه طيب اللي انا وانت تعودنا ندفعه بس صاحب العمل بيعتبر من ضمن الاجر العامل لا ازاي هقول لك ازاي اروح اشتغل فيه منشآت سياحية مثلا واسأل على الاجر بتاعي فاللي يقولي الاجر بتاعك مثلا تلات تلاف جنيه بس ممكن يدخل لك خمس تلاف جنيه طب ازاي تلاتة وممكن الاجر بتاعي يوصل لخمسة اه يقول لك غير التبس ايه بقى التبس ده ما هو ده الوهبة تاني الوهبة دي حاجة احنا احنا انا وانت اتعودنا ندفعها انا ولا انت ولا عامل ولا صاحب عمل احنا تعودنا ندفعها بس اللي احنا بنتفعه ده صاحب العمل بيعتبر من ضمن اجر العامل يعني ايه التبس اللي انت بتدفعه والبقشيش اللي انت بتدفعه في منشآة سياحية كنسبة مقوية من اللي انت طلبته دي تحسب لان دي بتتوزع على العامل يبقى تحسب من ضمن اجر العامل يجي لك في الامتحان سؤال يقولك ايه اعتبر صاحب منشآة سياحية الوهبة التي يحصل عليها العامل من ضمن الاجر قل له اه قانوني لان الوهبة من الاشياء التي اعتبرها القانون اجر يبقى نلخص كده اللي احنا قلناه في الجزء اللي فات ده احنا اتكلمنا على الاجر قلنا ايه هو الاجر هو كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي او عيني ثابت او متغير او كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه للعامل ايا كانت تسميته مرتب ما هي اجر يومي اجر شهري اجر اسبوعي حسب التسمية اللي هما متفعين عليها فيه هناك بعض الاشياء اعتبرها القانون اجر زي ايه العلاوة المنح المزايا العينية النسبة المقاوية والعمولة والبدل والبدل ونصيب الفرد من الارضاح والوهبة لحد كده الجزء ده يخص الاجر نيجي بقى للجزء الاهم طيب اخوة يا مستر لو انا وحت الشغل مسلا والشغل ده لقيته مقفول النهاردة اجر نظامه ايه طب مقفول لي ايه اصل والله صاحب العمل عنده حالة وفاة طيب هلا انا اخد اجري ولا مش اخد اجري طب هو ينفع صاحب العمل يديني اجري بالدولار بدل الجنيه المصري طب هو ينفع صاحب العمل يحولني من اجري شهري لاجري يومي كل الاسئلة اللي انا بقولها دي القانون ما سابهاش اجاوب عليها تعالى نشوف مع بعض النقطة دي مهمة جدا كيفية حماية الاجر ازاي احمي اجر العامل لان العامل بيعتمد اعتماد كلي على الاجر اللي بياخده من صاحب العمل على الاجر اللي بياخده طيب بنقول ايه يحظر على صاحب العمل نقل العامل من الاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعينون باجر اسبوعي او بالساعة او بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي تتقضاها بالاجر الشهري ايه الجملة الكبيرة دي يا مستر بص جملة ولا كبيرة ولا حالة هنقولها ببساطة جدا هنا القانون بيقول ايه بيقول لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من الاجر الشهري الى الاجر اليومي او الاجر بالساعة والاجر بالانتاج بص الاجر عندنا كزا نوع ممكن يكون اجر شهري وده الاساسي يعني اجر شهري يعني بقبض كل شهر ده الاجر الشهري فيه عندنا اجر تاني اجر يومي ممكن باليوم او باليومية زبا بنسميه اجر بالانتاج او اجر بالساعة او اجر بالاسبوع دي انواع تانية فالقانون بيقول ايه لا يجوز لصاحب العمل انه ينقل العامل من الاجر الشهري ده لاي نوع من دول الا اذا طلب العامل ذلك يعني العامل وافق على كده يعني ممكن يحول اه بس بشرط ان العامل هو اللي يطلب او هو اللي يوافق انما صاحب العمل هو اللي يحول العامل من اجر شهري لاجر يومي القانون قال لا يجوز او غير قانون الكلام ده ما ينفعش تحول العامل من اجر شهري الى اجر يومي او اجر اسبوعي او اجر بالساعة او اجر بالانتاج تيجي في الامتحان ازاي تقولك ده علامة صح او خطأ قام صاحب عمل بنقل عامل من الاجر الشهري للاجر اليومي كده الجملة غلط طب هقولها بصيغة تانية قام صاحب عمل بنقل عامل من الاجر الشهري الى الاجر اليومي بنائن على طلب العامل يبقى هناك جملة صح يعني عايز يقولك ان ما ينفعش يحول العامل من اجر شهري الى اجر يومي الا لو العامل هو اللي طلب الكلام ده ووافق عليه وطبعا لما بيوافق عليه ويتحول من الاجر الشهري الى الاجر اليومي يحتفظ بكامل حقوقه السابقة يعني مكافآته علواته ومدة خبرته هتحول له حتى لو حول الى اجر غاجر من الشهري لليومي يبقى دي النقطة الاولى نشوف مع بعض النقطة اللي بعد كده اذا حضر العامل الى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل اعتبر كأنه قدى عمله فعلا واستحقه واستحق اجره كامل طيب جملة تبني ان هي كده جملة مع ادى طب خليك معايا كده وانا اخدها ببساطة شديدة دي جدا النقطة هنا بتقول ايه اذا العامل راح الشغل بتاعه في المعادل محدد وكان مستعد ان هو يشتغل لكن لا المنشأة بتاعته مش موجودة او مغلقة طب ليه مغلقة لسبب راجع لصاحب العمل يعني السبب وغلق المنشأة هنا صاحب العمل في هذه الحالة القانون بيقول ايه يستحق العامل الاجر كامل تاني اوضح حالك تاني لو انا راح الشغل بتاعي الصبح في المعادل محدد واتلاقيت ان المنشأة بتاعتي مش قادر اشتغل لأي سبب من الاسباب بس السبب ده الاسباب دي كلها السبب فيها صاحب العمل في الحالة دي انا كعمل مالي الزنب استحق الاجر كامل طيب ناخد حالة كده واني بنقولها زهب عامل الى مقر عمله فواجد المنشأة مغلقة لوفاة نجل صاحب العمل في الحالة دي العامل يستحق ايه ربوا عليكم يستحق الاجر كامل ازاي لان انا ورحت الشغل بتاعي في المعادل المحدد اللي انا متفع عليه وكنت مستعد لمباشرة العمل بتاعي لقيت المنشأة مغلقة بس السبب في الاغلاق هنا مين انا ولا صاحب العمل لا صاحب العمل القانون قال لو صاحب العمل هو السبب يستحق العامل اجره كامل يبقى ازا كان السبب في غلق المنشأة صاحب العمل يستحق العامل هنا الاجر ايه كامل يستحق العامل الاجر كامل طيب نشوف النقطة التانية لانه هنربطهم ببعض اذا حضر اما اذا حضر العامل وحالة بينه وبين مباشرة عمله. اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف الاجل. هنوضح هنا الفرق بين الحالتين. الحالة الاولى ان السبب في الموضوع ده او في غلق المنشاة صاحب العمل. الحالة التانية ان السبب في غلق المنشاة سبب قهري. يعني ايه قهري يا مستر? يعني خارج عن ارادة صاحب العمل. يعني صاحب العمل ملوش اي زنب فيه. طب ايه فرق بين الحلتين في الحالة الأولى إذا كان السبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل للأجر كامل أما إذا كان السبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل يستحق العمل نصف الأجر طيب بتتحسب إزاي ما القانون واضحه والله السبب راجع لصاحب العمل العامل هياخده أجره كامل أما إذا كان السبب قهري خارج عن ارادة صاحب العمل يستحق العامل نصف الاجر. طب ادينا امثلة امثلة عشان نفهم. هديك مثال. لو انا قلت لك ذهب عامل الى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله. بسبب انقطاع الطيارة الكهربائي. يعني انا رحت الشغل بتاعي. جيت اشتغل اتلاقيت انه الطيارة الكهربائي مقطوع. هل انا هنا استحق الاجر ولا نصف الاجر. شوف السبب ايه? السبب هنا انقطاع الطيارة الكهربائي. طب الانقطاع ده هل السبب فيه صاحب العمل ولا سبب قهري? تمام. انقطاع الكهرباء سبب قهري وطالما سبب قهري. يبقى العامل هنا يستحق ايه? يستحق بس او فقط نصف الاجر نصف اجر عن هذا اليوم. اما اذا كان السبب راجع لصاحب العمل يعني يقول لك ايه? ذهب عامل الى مقر عمله ولم يستطع مزولة عمله لوفاة زوجة صاحب العمل يعني ايه? ايه? زوجة صاحب العمل توفت فصاحب العمل افل المنشأة. هنا يستحق العامل الاجر كامل هلاقي حد يقول لي ايه? طب ما هو يا مستر? الوفاة هنا صار قهري. تمام. وانت قلت ان السبب القهري يستحق العامل نصف الاجر. تمام. هي الوفاة معك فعلا سبب قهري خارجه عن ارادة صاحب العمل. اما غلق المنشأة ده مسترب قهري. يعني ايه? يعني استحقنا بنتكلم على منشأة. شغال فيها مثلا تلات اربع تلاف عمل طيب. حصلت ظروف لصاحب العمل. ايا كانت الظروف بقى هنا. طالما هو السبب في غلق المنشأة. انا ماليش ده. هو صاحب العمل مش السبب في الوفاء ركز معايا. صاحب العمل مش السبب في الوفاء صاحب العمل ده السبب في غلق المنشأة. اما الوفاء بيخارجه عن ارادته. لكن غلق المنشأة مش خارجه عن ارادته. يبقى في الحالة دي يستحق العامل الاجر كامل. اما اذا كان سبب قهري خارجه عن ارادة صاحب العمل زي ما قلنا انقطاع الطيار الكهربائي هنا العامل يستحق نصف الاجر. لكن خلي بالك. ممكن يضحك عليك في الامتحان ويقولك ايه? خد بالك من السؤال اللي انا اقوله ده. زاب عامل الى محل عمله. وجد ان انقطاع الطيار الكهربائي. يعني راح الشغل بتاعه لا الطيار الكهربائي مقطوع. لحد كده السبب ايه? كهري. ليه بقى الطيار الكهري مقطوع? بسبب عدم سادات صاحب العمل فواتير الكهرباء. طيب هنا العامل ايه? في الحالة دي العامل يستحق الاجر كامل. يا مستر ده انقطاع الطيار. تمام. بس هنا من السبب? من اللي ما دفعش الفواتير صاحب العمل? يبقى هنا العامل مالوز زامب. العامل واحد الشغل بتاعه في المعادل المحدد. وجد ان الطيار الكهربائي مقطوع. لحد كده سبب قهري. طيب مقطوع ليه? لعدم سادات صاحب العمل فواتير الكهرباء. يبقى هنا يستحق العامل الاجر كامل. زي بالزبط لما اقولك. زهب عامل الى مقر عمله. وجد ان المنشاة مغلقة. بسبب عدم تزديد صاحب العمل للضرائب للمنشاة. يعني المنشاة مقفولة. عشان صاحب العمل مدفعش الضريبة. هل هنا العمال اليوم زنب? تمام. هل هنا ده سبب قهري خارج عن اراضة صاحب العمل؟ لا. ليه? لان السبب هنا مين؟ صاحب العمل. يبقى هنا الحالتين واضحين. اذا كان صاحب العمل ده هو السبب في غلق المنشاة العامل يستحق الاجر كامل اما اذا كان صاحب العمل خارج عن اراضته غلق المنشأة او سبب قهري خارج عن اراضته يستحق العامل في هذه الحالة نصف الاجل يبقى هم محلتين احنا عندنا سؤالين في الكتاب زهب عامل الى محل عمله وجد ان المنشأة مغلقة لوفاة نجل صاحب العمل يبقى اقول له هنا يستحق العامل الاجر كامل زهب عامل الى مقر عمله ولم يستطع مزولة عمله بسبب انقطاع الطيار القهربائي يبقى يستحق العامل هنا نصف الاجر طيب نشوف كمان النقطة اللي بعدها من النقطة المهمة جدا وهنوضحها لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بالشراء اغزية او سلع او خدمات من محل معينة او ما ينتجه صاحب العمل من سلع او ما يقدمه من خدمات يعني ايه يعني ببساطة كده يؤدى الاجر كامل يعني ايه يؤدى الاجر كامل يعني انا شغال في مصنع مثلا مصنع احزية وفي العهد بتاعي ان اجري الف جنيه يبقى لما اجي اقبض اخر الشهر اقبض كام الف جنيه طبا يا مستر ما انت هطيبض الف جنيه مقصودش كده اقصد اقول لك ايه بقى اقصد ما يجيش اخر الشهر يديني مثلا تمامية جنيه ويقول لي انت فاضلك ميتين جنيه خد بيهم احزية خد بيهم منتجات من عندي طبعا هنا اه القانون قال لا يعني ممنوع او يحظر على صاحب العمل ان يلزم العامل بشراء منتجات من الشركة من الارض بتاعه لازم ياخد اجره كامل يعني يجي يقول لك ايه عامل اجره الشهر ميتين جنيه اعطاه صاحب العمل مية وتمانين جنيه والباقي منتجات من الشركة يعني اديه له اجره وفاضل فلوس على اجره اديه له من المنتجات الشركة القانون قال لا هنا غير قانوني يحصل العامل على اجره كامل ويحظر على صاحب العمل الزام العامل بشراء منتجات من اجر العامل سواء كانت المنتجات دي منتجات او خدمات او بلزموا بشراء حاجة معينة لا العامل هنا ياخد الاجر بتاعه كامل وممنوع على صاحب العمل ان يلزموا بشراء منتجات معينة من عنده او من عند حد تاني هو ياخد اجره كامل والله يبقى العامل عايز يشتري حاجة يشتري انما القانون بيقول ان العامل ياخد الاجر كامل وما ينفعش صاحب العمل يلزموا بشراء منتجات من الشركة او من حتة تانية المفروض انه ياخد الاجر كامل بتاعه باحنا كده اتكلمنا على وسائل حماية الاجر او ازاي بنحمي الاجر قلنا عندنا لا يجوز نقل العامل من الاجر الايه من الاجر الشهري الى الاجر اليومي او بالانتاج او بالساعة الا ازا طلب العامل ذلك او ازا قدم موافقة العامل بكده تاني حاجة ازا ذهب العامل الى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله لسبب راجع لصاحب العمل استحق العامل الاجر كامل اما ازا ذهب العامل ولم يستطع مزولة عمله نتيجة لسبب قهري قهري يعني ايه خارج عن ارادة صاحب العمل في هذه الحالة يستحق العامل نصر الاجر قلنا كمان لا يجوز او يحذر على صاحب العمل الزام العامل بشراء منتجات من الشركة لازم ياخد الاجر كامل طيب هل في وسائل تاني بتحني اجر العامل اه طبعا عندنا لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من عشرة في المية وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سرايان العقد او ان يتقضى اي فائدة عن هذه القرد ويسرى ذلك الحكم على الاجراء المدفوعة مقدما يعني يا مسترباء الكلام ده بص هنا احنا بنتكلم على حاجة اسمها القرد هل انا اللي هو سلفة يعني هل انا اقدر اخد قرد من صاحب العمل يعني ممكن انا شغال في مصنع او شغال في الشركة او اي منشأة اطلب قرد او مبالغ مقدمة من صاحب العمل القانون قال ممكن بس لازم يكون قرد حسن يعني يا مسترب قرد حسن يعني بدون فوائد يعني اخد فلوس هرجعها اه بس بدون ايه بدون فوائد طيب هرجعها ازاي هل تتخصم مني كل شهر على حسب ما صاحب العمل عايز او ما على حسب مجدرت انا طبعا القانون ما سبهاش كده قال لا لا يجوز لصاحب العمل خصم اكثر من عشرة في المية من اين من اجر العمل لقاء القرد يعني مقابل القرد يعني ايه يعني انا لو استلفت مسلا من صاحب العمل الف جنيه الفين جنيه مليش دعوة بالان انا استلفت والمبلغ مليش علاقة بيه ليه دعوة اجري كام انا اجري ستمائة جنيه صاحب العمل ما يقدرش يخصم من الستمائة جنيه دول اكتر من كام من عشرة في المية يعني ستمائة بعشرة على مية بستين جنيه ده المبلغ اللي يخصمه مني كل شهر نظير المبالغ اللي انا خدتها منه سلف او قرد او اه مبالغ او مواترات مقدمة تاني القرد لو انا خدت قرد من صاحب العمل هو او سلفة لازم تكون قرد حسن يعني ايه قرد حسن يعني بدون فوائد ما يتفعش عليه اي فوائد هسدده ازاي هسدده بنسبة عشرة في المية مش من اللي انا سلفه لا من الاجر اللي انا برضه يجي لك بقى في الامتحان يقول لك ايه عامل اجر الشهري الف جنيه اقترض من صاحب العمل خمسمائة جنيه وعند القب تم خصمها بالكامل يعني عامل بياخد الف جنيه في الشهر خد من صاحب العمل خمسمائة جنيه صاحب العمل خصم الخمسمائة دول بالكامل هل الكلام ده قانوني ولا غير قانوني طبعا الكلام ده غير قانوني طب غير قانوني ليه هقول لك ليه قبض العامل هنا كام انا مليش دعوة العامل خد كام من صاحب العمل انا ليه دعوة باجر العامل اجر الف جنيه والقانون واضح قال ما اقدرش اخصم اكتر من نسبة كام عشرة في المية يبقى المفروض الف فعشرة على مية بمية جنيه يبقى المفروض اقصى حاجة يخصمها صاحب العمل مية جنيه لا ده هو خصم الخمسمائة جنيه من الاجر عشان كده بنقول له غير قانوني لا يجوز خصم اكتر من اجر من اجر عشرة في المية من القرد اللي انا كنت اخده منك يبقى هنا القرد مخصم كام واضح عليكم عشرة في المية نشوف النقطة اللي بعد كده بالنسبة لاجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية لا يجوز جميع الاحوال الاستقطاع او الحجز او النزول عن الاجر المستحق لا ده اي دين الا في حدود خمسة وعشرين في المية من هذا الاجراء ويجوز وفع نسبة الخصم الى خمسين في المية يعني ايه اي دين او اي حاجة على العامل بيبقى او اهمال او او خمسة وعشرين في المية بس بترتفع الى خمسين في المية في حالة النفقة حالة النفقة اللي بحكم الاحوال الشخصية بتاخدها المطلقة ممكن ترتفع بخصف بصورة لخمسين في المية من اجر العامل وكمان النفقة مقدمة عن القرد ومقدمة عن الدين يعني ايه يعني لو العامل ده عليه نفقة الاول النفقة دي تتدفع وبعد كده في سادات قرد في دين نقصد نقول ان النفقة مقدمة على الاتنين يعني النفقة هي اللي تتدفع الاول وممكن تصل لخمسين في المية بحنا اتكلمنا دلوقتي على الاجر قلنا الاجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي او عيني سابت او متغير قلنا الاشياء التي اعتبرها القانون اجر العلاوة المنح النسبة المقاوية المزالة عينية البدل الوهبة الارباح السنوية كل دي تعتبر من ضمن الاجر قلنا البدل مهم جدا تعريفه بيجي في الامتحان كل ما يحصل عليه العمل العامل مقابل طبيعة العمل او مخاطر العمل الوهبة كل ما اجرت عليه العادة ولها قواعد معينة ودي تحسب من ضمن اجر العامل اتكلمنا كمان على ازاي نحمي اجر العامل خدنا وسائل ازاي نحمي الاجر العامل للقانون حط تشريعات عشان تحمي اجر العامل من صاحب العمل من ضمن اぜ alltså التشريعات قلنا ايه لا يجوز نقل العامل من الاجر الشاوي الى الاجر اليومي ما قدرش نقله من اجر شاوي ايه الاجر اليومي الا في حالة واحدة. اذا طلب العامل ذلك. لو العامل هو اللي طلب الكلام ده. حالة تانية قلنا. اذا ذهب العامل الى محل عمله. ولم يستطع مزولة عمله. ليه ما يستطعش يستطع العمله. لسبب خارج عن ارادة صاحب العمل او صباب قهري. يستحق العامل نصف الاجر. اما اذا كان السبب في غلق المنشأة وصاحب العمل. يستحق العامل الاجر كامل. قلنا لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء منتجات من الشركة. من اجره او من جزء من اجره. ما يقدرش يلزمني ان انا اشتري من بفلوسي او باجري حاجات من الشركة. لازم اخد الاجر بتاعي كامل. قلنا كمان ان القرد بخصم له عشرة في المية. الاهدين او الاهمال بخصم له خمسة وعشرين. بتصل لخمسين في المية في حالة النفقة. طيب نشوفوا النقطة اللي بعدها. لطبرأ زمة صاحب العمل من الاجر الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك. او في كشوف الاجور على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر. يعني ايه? يعني لما اجي اكون شغال في مكان زمة صاحب العمل لا تبرأ يعني هتفضل الديون دي عليه. الا لو انا وقعت على كشف المرتبات. يعني انا هابض. فباوقع في كشف معد لذلك ان انا فعلا ابدت من صاحب العمل. كده تبرأ زمته. فيه بقى نقطة مهمة. بالنسبة للاطفال. يعني الاطفال اللي هم من سن 14 لسن 18. اللي قانون العمل نظم قواعد العمل بتاعتهم. يعني فيه طفل بشتغل من 14 ل 18 سنة. طيب. الطفل من 14 ل 18 سنة ده. لما ييجي يستلم اجره. هسلمه المين? هل هسلمه للطفل نفسه? ولا هسلمه لوليه امر الطفل? لا القانون ما سابش دي برضه. بصت كده في النقطة بتقول ايه? يسلم صاحب العمل الى عماله من الاطفال اجرهم او مكافأتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانونا. ويكون هذا التسليم مبرئة لزمته. يعني ايه? بص. يعني لو انا اي صاحب منشاة وشغال عندي اطفال من سن 14 لسن 18. اجرة الطفل تسلم للطفل نفسه. خلي بالك من الجملة دي. اجرة الطفل تسلم للطفل نفسه. يعني ايه? يعني انا لو انا بشتغل طفل بشتغل في منشاة. لما يجي اعبد انا اللي اعبد. وليه الامر شغلته ايه? يوقع بس ان هو اعبد. اما اجرة الطفل تسلم للطفل نفسه. يجي لك سؤال يقولك ايه? قام اصحب عمل بتسليم اجرة اطفال لولية امرهم. قله غير قانوني. اجرة الطفلة تسلم للطفل نفسه. قام اصحب عمل بتسليم اجرة اطفال للstalk لقانوني. من التزامات صاحب العمل. تسليم اجرة الطفل للطفل نفسه. يبقى هنا اجرة الطفل. عشان لصاحب العمل يبرأ زمته. اجرة الطفل هنا هتسلم لمين للطفل نفسه نشوف النقطة بعد كده المجلس القومي للأجور المجلس ده ينشأ مجلس قومي للأجور برقاسة وزير التخطيط ويختص بما ياتي المجلس ده هو اللي بيحط الحد الأجنى للأجور على المستوى القومي سواء كنا بنتكلم على القطاع العام أو القطاع الخاص كمان بيحط أو بيوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي كمان من ضمن أعماله تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي يعني هيكل الأجور يعني في بعض المنشآت الخضاعة للدولة لها هيكل معين أو لها كادر خاص في الأجور بتاعتها من ضمن اختصاصات مجلس الأجور إنه هو بيحدد هذه الهياكل عشان يقدر يعمل عملية عادة توزيع للدخل القومي عشان يحقق العدالة الاجتماعية نقطة لبعد كده بنتكلم على وسائل تحديد الأجر إزاي بحدد الأجر للعامل وفي أجر يعني لو في بينك وفي أجر الصاحب العمل عادة عمل فردي هنكتب فيه الأجر أو تفاقية العمل الجماعي أو لقاحة المنشآة يعني هنا أهلا كهو يحدد الأجر وفي أجر العمل الفردي أو تفاقية العمل الجماعي إذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل الوجد وإلا قدر الأجر الجهة التي يؤدي فيها العمل يعني إيه بقى الكلام ده بص لو جينا سؤال أكمل كده وقال لك يتم تحديد العجر وفقا لي هقوله واحد عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي طيب لو ما فيش لقاحة بالأجور في المنشأة يعطى العامل أجر المثل يعني إيه أجر المثل أجر اللي زيه أو أجر المهنة المتعرف عليها يعني ساعت بيبقى صعب نحدد الأجر هنا مفيش بيش حاجة سابتة نحدد عليها فبيستحق هنا أجر المثل يعني إيه أجر المثل يعني أنا راح أشتغل في مكان فالعمال بيخدم في اليوم مي جيني يبقى أنا هاخد زي المثل يبقى هنا لو جيس أولا يقولك أكمل يحدد الأجر طبقا ليه واحد عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي فإذا لم يحدد بلاقاحة في المنشاة استحق العمل أجر إيه أجر المثل كلمة المثل هنا يعني إيه لزيه بإحنا كده اتكلمنا على المجلس القومي للأجور وده المجلس اللي بيحدد لنا الأجور على المستوى القومي سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص ده المجلس اللي بيحدد العلاوة لا تقل عن 7% سنويا من الأجر الأساسي ده المجلس اللي بيحدد بعض الهياكل في المجتمع هياكل أو المنشآت اللي لها نظام خاص بالأجور بتاعتها زي كادر الأطباء كادر المدرسين السلك القضايا وكذا فيه كوادر معينة هي طبعا بيحط الهيكل الأساسي بتاع الكوادر دي يبقى احنا كده عندنا تكلمنا على الأجر تكلمنا على وسائل حماية الأجر تكلمنا على وسائل تحديد الأجر خلي بالك من الدرس ده مهم جدا فكرك تاني الأجر ايه هو الأجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقضي أو عيني ثابت أو متغير أو لو جالك مصطلح وقالك كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه إلى العامل يبقى ده هو الأجر كلمنا كمان على الأشياء التي اعتبرها القانون أجر من ضمن الأشياء التي اعتبرها القانون أجر هو أن العلاوة العمولة النسبة المأمية النسبة المأوية والمزايا العينية والبدل والوهبة والأرباح والمكافأة والمنح اللي بياخدها العامل كل ده تدخل ضمن الأجر قلت لك البدل ايه وقال مكتبه البدل كل ما يحصل عليه العامل بسبب طبيعة العمل أو مخاطر العمل أما الوهبة كل ما جرت العادة عليه تبقى للقواعد والقوانين يعني الشيء اللي احنا تعودنا عليه بندفعه وصاحب العمل بيحسبه من أجر العامل زي ما قلت لك التبس اللي في المنشآت السياحية البقشيش ده بيتحسب من ضمن الأجر تكلمنا كمان على إزاي نحمي أجر العامل قلنا لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي قلنا إذا ذهب العامل إلى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله لسبب راجع لصاحب العمل استحق العامل الأجر كامل أما إذا ذهب العامل إلى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله بسبب قهري استحق العامل نصف الأجر قلنا كمان لازم العامل ياخد أجره كامل بمعنى إيه؟ إن لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء منتجات من الشركة قلنا كمان بالنسبة للطفل لو أنا شغال عندي طفل لازم أجرة الطفل تسلم للطفل نفسه لطبق زمة صاحب العمل إلا بعد توقيع العمال أنهم قد استلموا الأجر بتاعهم يبقى هنا دي وسائل حماية الأجر كلمنا على المجلس القوم للأجر قلنا المجلس ده بيعمل ثلاث حاجات بيحط القواعد الخاصة بالأجر على المستوى القومي سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص بيحدد الحد الأدنى للعلاوة لا تقل عن 7% بيضع بعض الهياكل لبعض الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع قلنا كمان إزاي إن إحنا بنحدد الأجر يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي يحجج الأجر وفقا لعقد العمل الجماعي أو الاتفاعل الجماعية فإذا لم تكن هناك لائحة في المنشأة بتحديد الأجور يستحق العامل أجر المثل نشوف النقطة اللي بعد كده ملاحظة هامة على الأجور الحاجات دي بقى وراء وقلم وكتبها هنقولها ونشرحها لك العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر تاني العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر وتؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقصر على ما يتفق على غير ذلك يعني إيه؟ خد بالك العامل اللي متعين بأجر شهري طبيعا يقبط كل شهر اللي يقبط بأجر شهر يقبط كل شهر أما بقى العامل اللي بشغال به الأجر اليومي أو بالإنتاج على الأقل مرة كل أسبوع بقى دا الفرق بينهم ثاني العمال المعينون بأجر شهر هياخدوا أجرهم كل شهر أما العمال المعينون بأجر يومي يحصلون مرة على الأقل كل أسبوع على الأجر بتاعهم خلي بالك عشان هذه نقطة بتيجي بالصح والغلط شوفوا النقطة التانية إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجر وجميع المبالغ المستحقة له فرا إلا إذا كان العمل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العمل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبع أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات جملة كبيرة أولا مستر خليك معايا وهنبسطها لإني بتيجي في الامتحان أنا لو علاقتي انتهت بصاحب العمل يعني النهاردة العهد بتاعي انتهى النهاردة وأنا همشي النهاردة أخد جميع المستحقات تاني لو علاقتي انتهت بصاحب العمل علاقتي انتهت إزاي العقد اللي بيني وبينه انتهى أخد جميع المستحقاتي فرا في نفس اليوم أما إذا طرقت العمل من تلقاء نفسي أنا اللي ماشي قدمت استقالتي وماشي أحصل على جميع مستحقاتي في خلال سبع أيام تاني وضح الفرق بين الحالتين لو أنا العقد بتاعي انتهى هاخد مستحقاتي فرا أما لو أنا اللي طرقت العمل من تلقاء نفسي لو أنا اللي قدمت استقالتي ومشيت هاخد جميع مستحقاتي في خلال سبعة أيام بالكتير يجي لك بقى في الامتحان يقول لك ايه طبق عامل العمل من تلقاء نفسه وطلب مستحقاته من صاحب العمل فطلب منه صاحب العمل مهلا شاهر للسداد قل له هنا لا غير قانوني ليه؟ احنا قلنا أقصى حاجة كم يوم يستحق العامل المستحقات في خلال سبع أيام في خلال قد ديه سبع أيام نخلي بالنا من النقطة ديه لو أنا سبت الشغل أنا أنا اللي ساب الشغل بمزاجي هنا بستحق باخد الفلوس بتاعتي في خلال سبعة أيام أما لو أنا اللي اطرقت العمل والعقد انتهى بيني وبصيرين صاحب العمل بستحق الأجر بتاعي فاوي وزي ما قلنا بتيجي مهمة نقطة في الامتحان نخلي بالنا منها نقطة اللي بعد كده اسكر الرأي القانوني ده بعض الرأي القانوني اللي في كتاب المدرسة واللي بيجي في الامتحان ونقطة مهمة جدا اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعملين لديه مقابل الخدمة أجر طبعا هنا قانوني لأن احنا قلنا الوهبة من ضمن الأشياء التي اعتبرها القانون أجر عامل أجر الشاري 300 جنيه أتلف خامات قمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره من أجره دفع واحدة طبعا هنا غير قانوني لأن هنا لا يجوز خصم أكثر من أجرة خمس أيام يبقى احنا كده عزاء الطلبة تكلمنا على إيه تكلمنا على الأجر تكلمنا على مفهوم الأجر يعني إيه تكلمنا على وسائل حماية الأجر إزاي بحدد الأجر تكلمنا كمان على المجلس القومي للأجور والحلقة دي حلقة من اللي بيجي فيها أسئلة كتير في الامتحان أرجو أن انتوا تكونوا استفادتوا حاجة وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته